أنا الصبايا بيعرفوا أنا ما بقطع عن النادي أنا بكون صاخنة وقد فخونتي كتير قوي بس أنا ما فيني وقعي في صف الرياضة أنا بيجي وأنا وصاخنة مرحبا واضح أنا الكوتش غادة فرحات عمري 72 صار لي شي 28 سنة بالتدريب كتير 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 بحب السبور يعني من أنا وصغيرة وعندي إياها بدمي يعني ما فيني إذا أنا نهار ما بعمل السبور بحس إنه هيدا مش من يومي ما رأي يعني أنا صار لي 23 سنة بتدرب مع الكوتش غادة فرحات أنا كتير رضياني لأنه الكوتش بالنسبة لإلي بروفاشنال وأكتر كونة بهيدا العمر وإن شاء الله العمر الطويل لإله وما يحرمنا منه قدوة كتير كبيرة ومثال أعلى بالرياضة أنا بيفتخر فيه شخصيا أول ما بلشت كانت بتحسي إنه العالم تنظر لسبور إنه هيدا كماليات يعني ولش هو وهي مجوزة مثلا عند أولاد كذا إنه مش كتير يتقبلوا الفكرة في عالم تاني يعني أشخاص تانيين كتير بيتقبلوا الفكرة بالعكس وكان عندي يعني أول ما ابتدات أنا عندي إلمان بشكل رهيب يعني عندي كتير صبايا يجوا على النادي وقالي أربع سنين بتدرب مع الكوتش غادة وأدي داخلي نوادي ما استفادت عند حدا إلا عندي الكوتش غادة أصلي بدرب مع الكوتش بس كم شهر صح إنه بس إلي هالمدة بس عن جد مشجعة وشجعة فينا إنه الكوتش غادة نفسيا ونظرا لقالي أبدا الشي مرة قوية ومثال لقالي ولكل مرة إنه ضلني مسابرة على هيدا الشي وكمان أبحث حالي كتير محزوزة كوني بنت محزبة أنا قدرت ألاقي مكان آمن ومكان فيه لذل من الاحترافية ما حدا يترك أبدا سبور بحياته لازم يكون يعني من يومياته الأساسية لو نصعب اليوم يعني أول شي صحيا بعدين يعني للجسم جسديا والنفسية أنت بس تجي على سبور أنت شرتي كل السترس قداش بتكوني استرس أنت بس تجي على سبور بتعملي سعة سبور أنت هون هرمون السعادة يشتغل عندك يعني لا إراديا أنت بشرتك بدأت تصير حلوة أنت نفسيا حلوة من جوا والأشياء اللي جوا بتظهر عليك إلى برا حلقة في كتار نسوين مثلا بيقولوني كي أنه مثلا أنت بتروحي مثلا بتعملي سبور يعني عمي هاي الساعة كيف بتفديلة مثلا مثلا يعني بتصير يقولون لبعض أنا بس ما أصدقا يا شو بيحتي أنت بديك تفضي لحالك مثل ما بتفضي بتعدي بتعملي مثلا صبحية بتعدي بتشربي قهوة ما لأشي بعمل نفس سعة سبور فيهم كمان أنت جسمك هو بحاجة أنك أنت كمان تنتبهيلو يعني ساعة اللي أنا مثلا المرأة لأن هي كل ما كبرت سنة كل ما خف عضلة وبيكتر الدهون بجسمها هاي دي أول شغلة تاني شي مثلا أنه بدي يصير عندها كتير مثلا ما بيقعد فيها تمشي مظبوط بدي يعلى عندها الكوليستيرول كريبستيريد يعني بقع بمشاكل كتير بالعاكس هي ساعة بتكون عم تعمل سبور هاو الشغلات كلهم يعني بتتغاضاهم أنا بحب إنه الله يعطيني هيك الصحة وبحب أعطي أكتر وأكتر وأكتر لأن أنا من النوع اللي كتير بحب السبور يعني وبحب إنه كمان يكون عندي بعض نادي بعض أكبر من هاي دا كمان اشتركوا في القناة